نبدأ حلقتنا من السعودية ومع أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يتعلق باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة لمدة عام مالي جديد على أن يصرف بدل غلاء المعيشة حتى استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية وشمل الأمر الملكي استمرار زيادة مكافآت الطلاب والطالبات بنسبة 10% لعام مالي جديد وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعوديون وعلى تويتر تفاعلوا مع هذا الأمر الملكي عبر هاشتاغ بدل غلاء المعيشة الذي وصل ولا يزال في قائمة الأعلى تداولا على تويتر في السعودية فضلا عن هاشتاغ ميزانية السعودية 2019 والمتوقع إعلانها اليوم تفاصيل أكثر عن الموضوع نتعرف عليها من المحلل الاقتصادي ورئيس عام الاستثمارات في شركة ن اي تي للتقنية عبدالله التمامي أهلا فيك معنا أستاذ عبدالله يعني بدل غلاء المعيشة ورفع للمكافآت كيف تقرأ هذه الأوامر مرحبا أختي سارة يعطيكم ألف عافية صراحة قرار جميل جدا يعزز ثقة المستهلك وثقة المستثمر أيضا في الاقتصاد هنا يخف بعض التكاليف على المواطن خصوصا للموظف الحكومي مما يجعل الاقتصاد بحد ذاته في نمو متواصل وهذا ما توقعنا أيضا من التقارير التمهيدية للميزانية التي صدرت في سبتمبر الماضي فحديثا عن ذلك وهي الميزانية التي يمكن تم إعلان عنها في الدقائق المقبلة يتوقع أن تكون تاريخية أو تريليونية إن صحت التعبير وتكون منقسمة في استثمار في ثلاث أجزاء أولها التوشع في الاقتصاد وزيادة الدخل الحكومي بالإضافة لتعدد مصادر الدخل الحكومي نعم أستاذ عبدالله يعني ممكن شفت على تويتر فيه كثير ناس بيتكلموا عن الميزانية فيه ترقب للميزانية فيه ناس حتى كثير بتحلل وبتحكي مثلا عن الميزانية بتفاصيلها هذا الاهتمام المالي يعني اللي صار عند الناس تتوقع إيش أسبابه؟ والله سؤال جيد اختصارة أتوقع أسبابه أشياء كثير لأن الناس صار تستوعب قد إيش الاقتصاد يأثر على الحياة المليومية مما جعل فيهم اهتمام مباشر في الاقتصاد واهتمام مباشر في صرف الحكومي على البنية التحتية وما في الملكة العربية السعودية وأيضا نتيجة إلى ذلك يعني والحمد لله هناك ثقافة في انتشار واسع عن الاقتصاد وكيفية معانيه ما هي الميزانية ما معنى العز ما هو الانتاج المحلي وكل هذا أصبح من المعلومات المعروفة عند أغلب الناس مما هو تغيير ملحوظ وكبير عند الشعب السعودي وإيجابي صراحة لأنه لم تكن هذه هي الواقعية قبل مثلا عشرين سنة أو ما حول ذلك فهذا تغيير جذري وممتاز نعم أستاذ عبد الله يمكن كمان في واحدة من الأشياء التي تحدثوا عنها الناس وحتى الاقتصادين تحدثوا عنها أنه صار فيه بشكل دوري نشر للمعلومات المالية والاقتصادية هل بتشعر أن هذا الشيء في الفترة الأخيرة التي تغيرت فيها هذه الأمور أحدث أيضا تغيير في قراءة مثلا أرقام الاقتصادية في تفاعل الناس حتى العاديين معها بكل تأكيد اختصارة بكل تأكيد هنا شقين الشق الأول أو ثلاثة شقوق إن صح التعبير الشق الأول هو تفاعل الناس والعامة في المعلومات خصوصا التمهيدية اللي هي أول مرة تعلن في سبتمبر الماضي فهذا شيء ممتاز وشيء إيجابي جدا لتطلع الاقتصاد السعودي الشق الثاني هو تعزيز ثقة المستثمرين المحليين وألف المنطقة في أعطاهم معلومات بشكل أولي وشكل توقعي أيضا للسنوات الأربعة والخمسة القادمة مما يعزز ثقة المستثمر في القصة السعودي مما يدفعه في اتخاذ القرار بشكل أسل والشق الآخر والثالث والأخير اللي هو تعزيز المستثمر الأجنبي العالمي وهو جزء كبير من خطة ورؤية عشرين ثلاثين للمملكة فيجب الإصدار أو الشفافية في هذه الأرقام عند السعودية سواء في المدى المتوسط أو حتى البعيد وهذا ما قاعد يصير وهذا شيء جدا جدا إيجابي وتحول ممتاز نعم جميل جدا نحن بنشكرك على هذه المداخلة لكن معنى المحلل الاقتصادي عبدالله تمامي شكرا لك